بعث وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وقال وزير الدفاع إنه ورجال القوات المسلحة يهنئون الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدون على أن مصر ستبقى وطنا عزيزا وآمنا لكل المصريين بعطاء وتضحيات أبنائها مقتضين في ذلك بسيرة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه مستعدين للبدل والفداء لتظل قواتنا المسلحة درعا قويا وحصنا منيعا لمصر وشعبها العظيم كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة بهذه المناسبة وبعث الفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب قوات المسلحة ببرقية تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأقاف وفضيلة مفتي الجمهورية هذا وقد أصدر محمد الفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف